رسميا جوازات السفر وبطاقة التعريف البيومتريين على مستوى بلدية الجزائر العاصمة من الآن فصعيدا هذا ما نصت عليه تعليمة وزارة الداخلية والجماعة المحلية التي أمرت فيها المجالس البلدية لولاية الجزائر بتخصيص قاعة لإداع ملفات المواطنين الراغبين في الحصول على جواز سفر أو بطاقة تعريف بيومتريين لتعم بعد ذلك في كل ولاية الوطن قريبا رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش أعلن عن إمكانية تقديم المواطنين لطلبات الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين على مستوى بعض المجالس الشعبية البلدية لولاية الجزائر من بينها بلدية الجزائر الوسطى حيث من المنتظر أن تربط قاعدة بيانات المجلس الشعبي البلدي بقاعدة الوزارة كما ستتابع الوصاية العملية عن طريق التقارير اليومية التي تصلها من المجالس الشعبية البلدية الإجراءة التحذيرية للعملية انتهت بمعظم بلدية العاصمة إذ يستطيع المقيمون بالعاصمة التوجه نحو إحدى البلديات المزودة بهذا النظام لتقديم طلب الحصول على جواز السفر أو بطاقة التعريف البيومتريين وسحبهما بنفس المكان وأعلن بطاش أنه سيتم فتح سبعة شبابيك تتكفل بالصوار البيومترية لطالبي هاتين الوثيقتين بينما تخصص شبابيك أخرى لإيداع الملفات وسحب الوثائق التي ستتم معالجتها على مستوى أربعة شبابيك ومن المقرر أن يتم الحصول على هاتين الوثيقتين في ظرف عشرة أيام بينما سيتلقى طالبو هاتين الوثيقتين رسائل قصيرة للحضور لسحبهما شكرا